انا هاجر وانا نجاة من جنة اما انا فام مصطفى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايقات كتير 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 يارب البرنامج يكون عند حسن ظنكم ازايكم يا احلى متابعين عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفرحنين ومبسطين وفي الهنة دايما عايشين ومتبتين هقولكم على حكاية يا جماعة ايه حكاية ايه هقولكم كان فيه واحدة جزها تجوز عليها ولما عرفت الحكاية من بعيد لبعيد عملت نفسها ولا تعرف حاجة واحدى مع جزها عادي والامور على احسن ما يكون وعايش حياتها 16 سنة وهي مبسوطة وحياتها 100% مات جزها وبعد ايام العزة اتجمعوا عندها اهل جزها عايزين يفتحوا الموضوع ومش عارفين من فين يبدأوا وهي شايفاهم ومش مهتمة وعارفة هم عايزين ايه قام ابو جزها قال لها يا بنتي فيه موضوع عايز افتحك فيه بس عايزك تفهم الموضوع ومتحمليش الامور اكتر من حجمها قالت متقولش حاجة يا عمي عارفة ان ابنك كان متجوز علي طبعا الاب استغرب قوي وقال وانتي صبرة ولا كأني فيه حاجة قالت له لو عملت زيتا والزنباليطة كان قسم الليالي بيني وبينها وكان قسم المصاريف وكان كل ما زعلت رع عندها وسبني وكان وكان لكن عملت نفسي معرفش فبقى كل الليالي عندي وخايف اني اعرف ومصاريفي على سنجة عشرة وبيتمنالي الرضا ارضا وخايف مني لا في اي لحظة اكشفه وعاش 16 سنة بعد جوازه وانا مالكة مدللة وهو خايف مني عايزة ايه احسن من كده ادي الستات ولا بلاش بلا وكسة توكس الرجال الخينة كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سالخير عليكم كلمات اعجبتني عن المرأة خلق الله المرأة لنحبها لا لنفهمها شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة وطن حنون وامرأة رائعة علموا اولادكم ان الانسى هي الرفيقة هي الوطن هي الحياة كن حزرا من جعل المرأة تبكي لان الله يحسب دموعها فالمرأة خلقت من ضلعك وليس من قدمك لتمشي عليها ولا من دماغك لكي تتعالى عليها خلقت المرأة من جانب ضلعك لتتساوا بك ومن تحت زراعك لتحميها ومن جانب قلبك لتحبها المرأة التي يتحسن مزاجها من كتاب قصيدة اغنية او كوبة كهوة لن ينتصر عليها احد حتى الحياة تخسر امامها تضيع سعادة المرأة اذا كانت لا تستطيع ان تعتبر زوجها كافضل صديق لها المرأة ربما تنسى اين وضعت كلادتها وقد تضيع اساورها لكنها لن تنسى ابدا ما قلته لها قبل سمان سنوات وسلاسة اشهر واربعة ايام وخمسة ساعات وسبعة عشر ثانية المرأة في نظري خليط من الاشكال والالوان ليس هناك زوجة جميلة وزوجة ليست جميلة ولا زوجة زكية وزوجة غبية ولكن هناك زوجة يحبها زوجها وزوجة لا يحبها زوجها امرأة تحب الورد وتلاعب الاطفال وترقص فرحا لقطع الشوكالاتة امرأة لن تفقد طفولتها ابدا المرأة كالدنيا فيها تقلبات الفصول الاربعة ليرحم الله من يحسن الظن بالنساء من يستند على امرأة تحبه لا يسقط ابدا ان المرأة التي تقرأ لا تستطيع ان تحب بسهولة انها فقط تبحث عن نظيرها الروحي الذي يشبه تفاصيلها الصغيرة تعالوا مع بعض نشوف مشكلة النهاردة انا اتجوزت من 17 سنة كنت زوجة تانية بس جوزي اتجوزني لان مراته كانت مريضة ومعاها اطفال وكان شرطه قبل الجواز اني اراعي معاها الاولاد لانها مريضة ومش قادرة على رعاية اولادها لوحدها لانه كان مفهمني ان مرضها صعب فانا وفقت واتجوزته وكنا كلنا عايشين في بيت واحد وانا كنت فكرة انه هيكون لي انا الوحدي لكن اتفاجئت بي ان يوم عندي ويوم عندها وبمرور الوقت حسيت بالغيرة وقلت له طالما انت شايفها زوجة وبتبات معاها يوم وانا يوم يعني كلامك مش حقيقي انك محتفظ بيها علشان الاصول وانك خايف من كلام الناس ليقولوا عليك انك رمتها زي ما كنت مفهمني ومديها كل الحقوق المادية والمعنوية حسيت احساس صعب قوي حسيت ان ولاقه لمراته الاولى الغيرة اتلتني وحصل مشاكل كتير وفي الاخر هي اطلقت وانا بقى معايا بنتين هو سألني تقدر تشيل مسئولية عيالي لان امهم هتسبهم اصغر واحد فيهم كان عنده سنة قلت له ايوة طالما انك هتكون لي والوحدي والعيال كبروا وتربوا وكنت معلماهم كل واحد يشيل مسئولية نفسه من نظافة للبس لكل شيء علشان افضل جوزي واهتم بيه انا فعلا ما كنت الشيلة مسئوليتهم انا كنت زوجة غبية حوشت مبلغ كبير من وراه وسلفته لاخوية لانه كان متعسر ماديا كان في ضميري دا ارشل الزمن ولولادي لانه ليهم اخوات مش شؤقة مش في ضميري اني اسرقو وانا عارفة ربنا كويس وجوزي عارف وخد مني جنب وما بقاش عايز يكلمني ولاده كانوا بيتهموني بالاسوة مع اني كنت بعلمهم بشدة عشان اربيهم ينفعوا نفسهم جايز غلطتي ان طول الوقت بطلب طلبات ما بتخلص من جوزي بس هو بعد 17 سنة بعد ما ولاده كبره راح اتجوز علي وجه قال لي انت عيش يا ربي ولادك وطلباتك مجابة وانا من حقي ارتاح ما شفتش منك يوم حلو من ساعة ما تجوزتك قلت له هي دي قلة الاصل بعد السنين دي كلها طلبت منه ما يهدش البيت ويطلق مراته رفض ومراته حامل وجبها عاشت في شقة زي بتاعتي في بيته وانا سبت له البيت ومشيت وهو زي ما يكون مسدق انه يخلص مني ومش طايق يسمع سرتي انا مش عايزة اخسره ارجعه لي ازاي كنت فكرة ان مراته مش هتتحمل التلت شباب وهتزهق طلعت بتعملهم احسن مني الف مرة وحبوها وامه مشي تشكر فيها وفزقها وادبها وطبتها لطوب الارض انا بنهار ومش عارفة اعمل ايه غريبة هو انتي كنت منتظرة نهاية غير النهاية دي ولا ايه ما كنتيش تعرفي انه كما تدين تدان مراته الاولى رضيت انك تشاركيها في جزهة لكن انتي وبانانيتك كنت عايزاه ليكي لوحدك واكيد كنت السبب في طلقها اقفي مع نفسك واقولي لروحك كان لازم اشرب من نفس الكاس اللي سأيته لانسانة تانية ما كانش ليها اي زنب غير ان نصبها واقعها في وحدة زيك والى حلقة قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تعرفي قصة او حكاية ممكن تكون عبرة وعزة للاخرين فما تبخليش بيها على الناس وحاولي تنشريها وتفيدي بيها غيرك ولو في حياتك مشكلة ومش عارفة تحليها لوحدك ومحتاجة حد يشاركك في حلها اتواصلي معايا على رقم الوطس الموجود في صندوق الوصف وانا هرد عليك وقدم مشكلتك شكرا